شيء ثاني سلطانه الغير محدود سلطان فائق عجيب فوق رياسة وسيادة وكل سلطان وكل اسم يسمى ليس في هذا الدائر بل في المستقبل أيضا ألم يقل المسيح بعد القيامة دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا فإذا إنه سلطان فائق جدا سلطان غير محدود هذا السلطان أحباء واضح عندما قال مغفورة لك خطاياك ليه لأن الخطي هي التعدي على الله الغير محدود ولا يغفرها إلا الله إليك وحدك أخطأت يقول الكتاب المقدس حتى شهد الأعداء الموجودين من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وهذا دليل أن يسوع هو الله سلطانه الغير محدود في هذه الحالة في هذه المعجزة إما أن يكون المسيح إلها أو مجدفا كافرا وطبعا معروف في العهد القديم عقاب التجديف هو الرجم حتى الموت سفر اللويين صحاح 24 والآية 16 مكتوب ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل يرجمه كل الجماعة رجما الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل فإذن لا مجال لأي شك فالمسيح عم بيصنع هذا الأمر أمام العيون الفاحصة والمتشككة والمتربصة لتشتكي وتجد عليه أي علم فالمسيح له السلطان أن يغفر الخطايا والدليل أن هذا المريض شفي أمام الجميع فهذا إن دل دل على السلطان المسيح عنده السلطان على المرض لما منقرأ في البشائر المقدسة عنده السلطان على المرض سلطان على الموت سلطان على الشياطين سلطان على الطبيعة سلطان على الخلق على غفران الخطية تجلت قوة المسيح وبتشوفها في كل صفحة من الأنجيل المقدسة قال يسوع لكي تعلموا هون المسيح عم بيحكي للسامعين عم بيقدم شيء مهم جدا هون عم بيقدم إعلان جديد عن نفسه وأمر طبعا إلهي في هذا الصدد على المفلوج عندما قال قم مش يعني قاعد يصلي للرب يا رب دخيلك اش فيه لا لا قم يعني سلطان كلمات قم احمل سريرك أو فراشك فإذا كان أمر وكان إعلان جديد في لوقة إصحاح 5 آية 26 مكتوب عن هذه الحادثة فأخذت الجميع حيرا ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب إعلان جديد عن شخصه المبارك في نفس الإصحاح اللي قرأنا فيه من بشارة مرقص مكتوب للوقت خرج قدام الكل حتى بوهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط إعلان جديد لقد عدة مرات تعجبت واندهشت الجموع قائلة من هو هذا في مرقص أربعة فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه في لوقة 8 25 آية شبيهة ثم قال لهم أين إيمانكم فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا فإنه يأمر سلطان فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه في يحنى 12 آية 34 فأجابه الجمع نحن سمعنا من النموس أن المسيح يبقى إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان من هو من هو هذا ابن الإنسان واضح أنه في كل هذه الأحداث كانوا عم بيشوفوا إعلان جديد أمور خارقة جدا لم تكن بالحسبان ولم يكونوا يتوقعوها قال يسوع نفس الكلمات لمريد بركة بيت حزدة في يحنى 5 قم احمل سريرك وامشي فإذن هذا كان دليل على سلطان يسوع المسيح قال يسوع للمرأة النازفة إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام سلطان قال للمرأة الخاطئة في لوقة سبعة مغفورة لك خطياك إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام وهكذا أحبائي من شوف سلطان المسيح يتجلم في المعجزات في التعليم لم يتكلم أحد قط مثل هذا لأنه كان يتكلم بسلطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة